كابتن عزتاب الروس أول ما حصلت النكسة هياك روح تعجبها برضه طبعاً أنا شوف طبعاً أنا شوف كلية الحربية وظابط في القوات المسلحة بالظابط كده برضه حكي لنا عن الفترة دي دي من أهم الفترات برضه طبعاً يعني ربنا لا يعودها هذه الأيام آمين آمين كان الإنسان حاسس بتمزق داخلي في نفسه آم وأنا شخصياً كانت بالنسبة لي قاسية جداً لأن أنا لما دخلت كلية الحربية ما دخلتهاش كده اعتباطاً الله أرحمه جدي ما كانتش نظر كويس فكان يخلينا أرى الجرائب آم فكت بشوف بعض الفضائع بتاعت اليهود آم أو الإسرائيليين بمعنى أصح فدي خلتني لازم أروح كلية الحربية يعني دي اللي حبيبتك في القوات المسلحة بالدرجة أقول الله أرحمه كابتن عبدالصالح الوحش قال لي عزة انت راجل رياضي ما تيجي تروح معا التربية قلت له أبداً أنا أيا كلية الحربية وفعلاً اليهود دي اللي حبيبتك في القوات المسلحة وكان نفسي أطلع الضبط قوات المسلحة أبا الضبط كويس قوي وأنا ما كنت الشاطر في المدرسة قوي آم لكن في كلها الحمد لله طلعت متقدم لأن كنت أحبتها وغاوتها آم يعني دي كان السبب الأساسي فيها آم فلما حصلت بقى الناجسة دي أكيد أنا اللي عملتها آم بالضبط كده أكيد ده اللي عملتها بس فروحت سلاحة وقت ما عزي روحت شكلاتك كان سلاحة كيوتاك مدفعية مدفعية فهو ديونا مدرسة مدفعية بناخد دورة سريعة كده وخصوصاً الضباط اللي راجعة من الناجسة دي بيدروها وبتنزل القادة يختاروا الضباط أنا كنت رضبة نقيب قديم شوية فعاكيدك حكاها الظريفة جداً دا حكوا هالي بقى مدرسين بتوى المدرسة آم فبيجي أنا اسمي عز الدين سيد أحمد علي أبو الروس أبو الروس ما بيتبنش في الكشف آم فكل أحد يقولك طب الله هنا نقيب كويس دا ناخده فالروس دا عزة تبروز بتاع الكورة يقول له لا لغات ما ربنا بقى فرج عليها كانت ساعتها عقيد آم الله يرحمه ويحسن إليه أبو غزالة آم المشير أبو غزالة يعرفني أولاً هو أهلاوي جداً يعرفني كدعيب كورة لكن يعرفني أكتر أنه كان بيديني دورة الدورة الأساسية في المدفعية لمدة سنة تقريباً فكان عرف فعرف كويس أول وهو الرجل مؤمن بأن الرياضي اللي عاوز يشتغل مفيش أحسن منه حقيقاً عنده التزام آآ والكورة بتعلم التزام والعسكرية بتعلم التزام بس اتخذني وكانت الفرقة الثالثة آآ كانت موجودة في منطقة الدفرزور وابو السلطان وصرابيوم آآ وهناك أنا كنت نسكت رئيس عملاك كتيبة 8 دقل آآ بتاع الفرقة آآ كانت فترة الحقيقة آآ يعني رياحت نفسيتي الواحد توايا خصوصاً ساعة حرب للزنزاف والاشتباكات آآ الحمد لله في 67 لما الكورة وقفت بقى يعني برضو كلمنا آآ انت حقك خلاص ما بقاش ليك صلة في الكورة وقتها خالص طلعت على الجبهة وكل تركيزك في الحرب على الجبهة بالضبط برضو شكل البلد وقتها يعني الكورة والفن عبدالحليم حافظة ما كنت تسمعه أغانية وانتوا على الجبهة وكان بيشد من قذر الجنود وقتها ما فيش شك إن الأغاني لها تأثير رفع المعنويات بتاعة القوات المسلحة آآ وفي الفترة دي بأمانة ما كانش حاسة الناس حاسة باللي في الجبهة آآ يعني فعلاً أما تيجب كنا ننزل أجازة تحس الناس عايشة عايشتها خلاص تعودوا على كده آآ لكن مش حاسين ماذا يحدث في الجبهة آآ لكن الحمد لله ربنا أضع على خير يعني آآ انتوا كجنود مصريين على الجبهة كان عندكوا سقر عزيز ده بدون ما فيش شوف كل واحد عايش آآ ونفسه يطلع يعدي الناحية التانية آآ وننتظر اللحظة دي بفارغ الصبر آآ وللأسف الشديد إن أنا حرمت منها آآ لأن في 72 أو نهاية 71 آآ الفرقة لها نزلت القاهرة المنطقة المركزية آآ وبالتالي بقيتها نبينا عن الجبهة آآ وبعدين حصر الظروف آآ تم انتدابي للكلية الفنية كموليار السيناك آآ وده كان في شهر سكتمبر آآ 73 والحرب قامت في عشرة 73 آآ لقابل الحرب آآ طب لحظة الانتصار بقى في 73 ده حياة جديدة من أحلى لحظات كالتنائزة تدروس حياة جديدة أنت أكد أنك يعني اتخلقت من الأول بديد آآ كرة وقفت ناس كتير اعتزلت كان شكل الكرة أي وقتها؟ ما فيش ما كانش فيه كرة كانش فيه كرة ما فيش كرة الكرة ابتدت يعني أعزاني في نهاية 71 تقريباً مم ووقفت بعدها كمان يعني ما كملتش ترجمة نانسي قنقر